مساء الفل، النهاردة معنا الحلقات الأخيرة وقبل ما ابدأ تعال افكرك بأحداث الحلقات اللي فاتت واللي انتهت بأن هند تقبض عليها بتهمة قتل جمال وده بعد ما ظهرت في فيديو وهي بتهدده بس إيه اللي حصل بعدها؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي اغبط اللايك ويلا نبدأ بدايتنا مع هند اللي كانت مصدومة ومرضتش تنطق بحرف غير قدام المحامي بتاعها وفي نفس التوقيت ليلة كانت بتحاول توصل لحاتم بس تليفونه كان مقفول وبالنسبة الهند فكانت حرفياً بتعيش أصعب لحظات حياتها وافتكرت يوم الحادثة بما جمال فضل يرين عليها ولما ما ردتش كالعادة بعت لها رسالة وهددها ووقتها قررت تقابل هدى وتحكي لها على كل حاجة ومن بعدها رحت لجيمي وكانت جايبة آخرها وقالت له انها عرفت مراته كل حاجة وانه لو ما بعدش عنها هتقتله بس هو بقى مسكتش وفضل يقول لها أنا بحبك ومش هسيبك فردت بأنه مريض فقال لها حلو ويبقى عرف جوزك اللي بينها فقالت له لو فكرت تهد حياتي هقتلك يا جمال ومشيت ونكمل في الحاضر وتحديداً في اليوم اللي حاتم عارف فيه ان هند تقابض عليها وخد عندك يا معلم هند عرفت ان هدى هي اللي مقدمة البلاغ ضدها ومش كده وبس دي كمان قالت ان كان فيه علاقة بين جوزها وهند صاحبتها شوية وحاتم وصل وتخيل انه عرف العلاقة اللي كانت بين ميراته وجمال والزابي تكمل اسئلته وقال ايه اللي خلاك يتقابلي جيمل وحدك في فيليت وليلت الحادثة فردت بأنه من يوم ما صورت معها البرنامج وهو بيطردها في كل مكان ولما صدته اتهجم عليها في قضتها وبعد حد يصورهم ومن يومها وهو بيهددها وبيبتزها بالصور دي كل ده وحاتم سامع وساكت وساعتها الزابي تحب يرفع عنه الحرج وقال له لو حابب تمشي اتفضل ولكن حاتم اصر يكمل التحيق ويسمع الكلام وبعدين سألها طيب ليه الصور دي ما كانتش موجودة على تليفون جيمي فقالت انه كان بيبعت لها من تليفون تاني وكملت كلامها وقالت ان ده انسان مريض وفضل يهددني لحد ما فعلا اضطريتي ان اروح له الفيلا وهدده بالقتل لكن انا ما قتلتوش بس من وجهة نظر الزابط الكلام ده دفع قوي جدا لارتكاب الجريمة وبعدين هند فضلت تحلف لجوزة هند مفيش بينها وبين جمال اي حاجة وتخيل ان حاتم قال لها انا هدفي عنك كمحامي وبس وكان واضح انه مش مصدق ولا حرف من اللي قالته وبعد كده رحل مكتب وقاب الليلة وسألها هل هند فعلا كانت معك يوم الحادثة؟ قالت اه وطلبت من حاتم انه يصدق هند لانها بتحبه لكن الرجل كان متضايق وبصراحة عنده حق مهي مراته طلعت مستخفلة طول الفترة اللي فاتت حسنا نكمل التحييق وقتها الزابط سألها هو انت ليلة الحادثة ركبت العربية مع جمال؟ قالت له لا ومال سلسلة الجاد في عربيته ازاي؟ ويمكن ده اللي خلت الزابط يرجح انها رجبت مع العربية وحاولت تخلص منه وفعلا خلته يعمل حادثة ولما تأكدت انه مات مسحت البصمات بسرعة ومشيت واكيد السلسلة واعت منها من غير ما تحس بس هي انكارت كل ده اما بقى محمود فعرف ان هودا هي اللي بلغت عن هند وافتكر زمان لما كانت هودا بتحاول تقرب منه لانها كانت غيرانة جدا من حب الهند وبالنسبة العلاق بيه فرح شاف تسجيلات كاميرات المطعم عند ليلة واكتشف ان هند فعلا كانت موجودة في المطعم وقت الحادثة شوية وجالوا اتصال وعرف انهم ملاقوش ولا بصمة الهند في عربيت جمال وبناء عليه فبطلتنا خرجت من الحبس بضمان محل اقامتها لكن برضو لسه مشتبه فيها وصلت وقت المواجهة بين هند وحاتم وفي البداية شكرته انه دافع عنها لكن هو كالعادة ساكت وفضلت تحليف له انها مخانيتوش لكن هو قال لها انت كسرتيني وانفجر وطلع كل اللي في قلبه وقال لها ان استحملت لما فيش راجل يتحمله عارضت اهلي وتجوزتك وفضلت معاك حتى لما قتلت ابني وتحملت انانيتك وكمان انك ما بتفكريش في حاجة غير شغلك ومش كده وبس دست على قرامتي ودفعت عنك وما سدعتش انك خينا فقالت له والله مخنتك هو اللي كان بيهددني انا والله بحبك يا حاتم فقال لها كدابة انا شفت نظرة عينك لي كان كلها شوق وحب فقالت له ده كان زمان لكن دلوقتي انا بحبك انت فضعف وحضنها وبعد كده سابها وطبعا انهارت وما بقتش عارفة تعمل ايه تاني يوم مامة حاتم رحت لها ومسحت بيها الارض وقالت لها اعمل حسابك انك هتولدي وهناخد منك الولد لاننا ما يشرفناش انك تكوني امه وبعدين رحت القناة وعرفت انهم رفدوها بشكل مهين جدا فراحت لنبيلي اللي اعتذر لها وقال انه عمل كل اللي يقدر عليه علشان تكمل معاهم لكن صاحب القناة كان مصمم يمشيها فطلبت منه انها تطلع على الهوى الاخر مرة علشان تودع جمهورها وفعلا قدرت تأثر على الناس وخلت الكل يتعاطف معاها وودعتهم ومشيت ولقيت حاتم في انتظارها وواضح كده انه صدقها وسمحها ونروح لمنار اللي اتخانقت مع رامي وده بعد ما واحد من الزبالة اللي مستلف منهم اتعرض لها في الشارع وساعتها البيح طلب منها تسلفه علشان يسدي ديونه ولما رفضت قالك ما بيدهاش بقى انا هكلم هودا وحاول عرب منها لكن برضو كرفت له وتاني يوم بطلتنا اتفاجئت بزيارة من هودا اللي كانت جاية وبتتهمها بقت لجوزها وعرفتها انها مش هتسبها في حالها وهتضمر حياتها وبعد كده هودا راحت تقابل يحيا اللي عرض عليها انهم يسافروا امريكا ويكملوا حياتهم هناك بس هي كانت مصممة تنتقم من هند ونرجع تاني عند بطلتنا اللي حست بواجع رهيب وشكلها كده هتفقد البيبي لكن عدت على خير والدكتور طمينهم وطلب منها تبعد عن التوتر وبعد الموضوع ده قربت من حاتم اكتر واكتر وعلى الناحية الثانية خلت قابل هودا وطلب يبقى المحامي بتاعها ويمسك قضية قتل جمال لان هو كمان عايز ينتقم من هند وحاتم وفي نفس التويت البوليس وصل لمكان تليفون جمال واتضح انه كان مع يحيا وبناء عليه اتقابض عليه بتهمة اخفاء دليل مهم في القضية وطبعا سألوا لي خبيت الموبايل فقال لك انت لهيت بموضوع موت جمال وانسيت تدي الهودا وعلى الجانب الثاني نرى محمود وهو يركب جهاز تسلط في مكتب حاتم وبالنسبة لهودا فرحت لحاتم وضيته فلاشة وقالت له شوف دليل خيانة مراتك ففتحها وتصدم باللي شافه بعدها محمود حب يعرف ايه حكاية الفلاشة دي وقلب عليها المكتب وملأهاش وبالنسبة لحاتم فتجاهل كل مكالمات هند ورجع تاني باد في المكتب ولما جاءت تسأل عليه عاملها وحش وبالرغم من كده إلا انه طلع مع ملك في البرنامج بتاعها ودفع عنها قدام الكل وعلشان كده رحت له وكانت فرحانة انه مصدقها لكن قال انه بيمثل علشان شكلهم قدام الناس والمقابلة دي خلت هودا تولع من الغيز وطلعت لايف من صفحة جيمي ونزلت دمعتين وقالت للناس كلها ان هند صاحبة عمرها لعبت على جيمي وخلته يحبها وهم الاتنين خانوها وعندي دليل على خيانتهم وطبعا توصد الفلاشة اللي فراجتها الحاتم وقالت ان هند مكفهاش انها اخدت جوزي لا دي كمان قتلته وخلينا اقول لك ان هذا اللايف ده قلب السوشيال ميديا على بطلتنا وتحولت لمزنبة وخينة في عيونه الكل وطبعا حاتم شاف اللايف وسخن اكتر على هند ويمكن ده اللي خلها تروح لهدى واخد عندك بقى قالت لها انت طول عمرك بتغيري مني وعايزة الفيت اللي انتباه ليك بأي طريقة اتجوزت جيمي وانت متأكدة انه مش بيحبك علشان بس تبقي امراض البطل وحتى لما مات مسكتيش ودلوقتي طلع بتتمسكني عن الناس وانت اصلا خبيثة فالتانية مسكتتش وقالت لها انت حربية بتتلوني ومش كده وبس دحكتي على محمود وخلتيه روح في دهية بسببك وكمان ما كنتش سايبة جمال في حاله وحتم بقى فدغى البنو فاكرك ملاك فهند هددتها وقالت لها لو ما بعدتش عن طريقي هدمرك يا هودا فالتانية قالت لها ولا انا كمان هسيبك والشكل انا هنشوف حرب بينهم ومش عارفين هتخلص علي ايه تاني يوم هودا تفاجئت بمحمود اللي جالها ورفع عليها مطوى وتخيل انها كانت بتحب محمود زمان وخلينا اقول لك ان هي اللي قالت له ان هند عنده قسامة الصايغ وده رجل سمعته وحشة وبتاع بنات يعني كانت عايزة محمود يقرأ هند باي طريقة لكن اللي حصل ان محمود راح وكان قسامة بيحاول يعتدي على هند فاتدخل وقامت بينهم عركة انتهت بموت الصايغ ووقتها محمود طلب من هند تمشي وما تجيبش سيرة الموضوع ده لحد وتقابض عليه وقضى عشرين سنة في السجن كل ده بسبب حبه الهند ويمكن ده السبب اللي خلت دلوقتي بيهدد هودا واخد منها الفلاشة اللي فرجتها الحاتم واللي عليها فيديو خيانة هند وفي الوقت ده حسن بالظابط لمح محمود وهو نازل من عندها وافتكر انه شافه قبل كده شوية وجالها رامي وحرفيا كانت مرعوبة وقالت له انها خبت على البوليس موضوع فيديو الخيانة فالتاني استغل خوفها وعرض عليها الجواز وفي نفس الوقت هند اجتمعت مع بكر وملك وده علشان يجهزوا خطة علشان يكشفوا البحيري والمعلوم هنا ان البحيري بيعمل علاقات شمال مع بنات قاصرات والخطة ان ملك هتروح الحفلة اللي هيبقى فيها وهترقبه وبعدين جالها ظرفه وكان فيه الفلاشة اللي عليه فيديو خيانتها وعرفت ان محمود هو اللي بيساعدها وعرفت كمان انه خرج من السجن واشتغل في مكتب حاتم طيب خلينا مع هودا اللي جالها يحيا بعد ما خرج من السجن وحكى لها عن كل علاقات جيمي واعترف لها انه بيحبها وان هو اللي بعت لها الفلاشة اللي عليها الفيديو علشان يثبت لها ان جوزها خين وما يستهلهاش وبعدين رومي وصل وكان معا المأزون وطبعا اتخانق مع يحيا هودا قالت لك ما بالدهاش وطردتهم كلهم وعلى الناحية التانية ملك كانت بترعب البحيري واول ما لقيته بيكلم بنته صغيرة راح تبعتها الهند اللي كانت مع بكر وطلبوا بوليس الأداب لكن مدير الفندق طلع صايع ودخلهم قوضة تانية فاضية بس على مين هند طلعت قصيع وضربت انذار الحرايق وخلت البحيري يخرج بنفسه هو والبنت وفي نفس الوقت ملك طلعت لايف وفضحته بالصوت والصورة وكالعادة هند حبت تشارك حتم فرحتها بوقوع البحيري لكن كالعادة برضو صدها وبالنسبة للملك فاللايف قصر الدنيا وصاحب القناة قرر يزيعه اما بقى هودا فقرر اتقابل يحيا وتعتذر له عن اللي حصل وكما قالت له انها موافقة تسافر معاه كل دو رومي سمع كل كلامهم وعلشان ينتقم راح وقدم بلاخ بيتهمهم بقاتل جيمي وده لان في بينهم علاقة وكمان هودا حامل منه مش من جيمي والدليل على كلامه ان الفيديو اللي قدمته هودا وكان واضح فيه تهديد هند الجمال مش كامل وانها قصت الفيديو وتعمدت تلبس القضية الهند اللي قابلت محمود اخيرا بعد عشرين سنة وشكرته على كل اللي عملوا معاها وقالت له انها زمان كانت عايزة تروح تشهد وتخرجه من المصيبة اللي لبسها بسببها بسمابها بسمابها منعتها الغريبا لمحمود مكانش متضايق منها خالص بالعكس ده اعترف لها بحبه وقال لها انه مش مستني منها اي مقابل وانه عارف انها مش بتحبه وبالرغم من كده الا انه عايز يفضل عايش في ضلها حتى لو مش هتحبه بس بطلتنا رفضت وطلبت منه يكمل حياته بعيد عنها لانها مش عايزة يديزي بسببها ونكمل مع علاقة بي اللي استدعى هودا ويحيا وواجههم بكلام رامي واتهامهم بقتل جمال علشان يخلالهم الجو يحيا بقى لما لقى انهم هيلبسوا قضية قتل جاب وراه واعترف ان يوم الحادثة تخانق مع جمال وساعتها جيمي طرده فاتغز وقرر يصوره مع هند علشان يوري الهدى الفيديو ويثبت لها انه جزء خاين وابنعرف ان هند يومها اعترفت لجيمي ان لسه عندها مشاعر لي وانها فعلا ضعفت اول ما شفته وقالت انها حست بالوجع زيه ويمكن اكتر كمان ولولوجود حتم في حياتها كانت رجعت له وحضنته مشيت الكلام ده معناه ان هند فعلا خانت حتم بمشاعرها وحست بالحب اتجاه راجل تاني وهي على زمته طيب نكمل في التحقيق ووقتها علاء اتهم يحيا بقتل جمال وده الوجود الدافع لارتكاب الجريمة وبعدها وجه كلامه الهدى وقال لها لسه برضو مصرر ان كنت نايمة وقت رجوع جمال للبيت وابنعرف انها كدابة وانها متخنق معاه هي كمان ووجهته بعلاقته بهند وهدى فضلت وقالت له انا اللي عملتك نسيت كل ده فاعتذر لها وقال انه مش بايده بس هو بيحب هند وهيفضل يحبها خد المفاجأ دي هدى كانت عارفة انهم بيحبوا بعض من زمان وهي اللي جريت ورى جيمي علشان يتجوزها ويمكن دل عصب جيمي لانها تعرفت عليه وهي عارفة علاقتها بهند ومن الواضح كده انها بتغير من صاحبتها من زمان وكمان جيمي يومها ميش يوسابها وكانها يطلقها وبناء على كلامهم فالضبط تحولهم للنيابة كمشتبه فيهم ومن زاوية تانية حاتم واجه هند بالفيديو وطلقها اما خالد فعرف ان هدى تحبسته وكان لازم يتصرف وساعتها هند كانت غرقانة في ذكريتها مع حاتم وكانت مأهورة بعدما اطلقت ولو هنبص على علاق بي فهنعرف انه كشف سر محمود وعرف انه دخل السجن بعدما دافع عن هند وقت القسامة الصيغ عشانها شوية وظهر شاهد ورح قدلا بشهدته وقال انه سمع هند وهي بتتخانق مع جيمي وكمان قال انه شافها ومعها واحد ومشوا بالعربية وراجيمي وعلشان كده تم القبض على هند للمرة التانية وكده القضية لابسها لابساها وبنعرف ان خالد هو اللي ورا موضوع الشاهد وقتها حاتم عرف من ليلة ان هند تقبض عليها وترمد في الحجز وسط المجرمين فانيسي كل خلافاته معها ورح لها وفي نفس الوقت مونار عرفت ان رامي الواطي هو اللي بلغ عن مرات اخوه ورمى في الحجز وبعد كده علاء بي رح لحاتم وعرفه حقيقة محمود وحكاله عن اللي حصل زمان وقال له ان هند ضمرت حياة محمود وقتلت جيمي بس هو كالعادة دافع عنها وقال له ان اقوال الشاهد متضربة وعلى الناحية التانية بنشوف محمود وهو خارج من معمل ومعه شاعة ومنعرفش بتاعت مين شوية والزابط تأكد من كذب الشاهد وركز دي بقى في اللي جاي حاتم رح لخالد المكتب وخلاه يعترف ان هو اللي باعت الشاهد الزور هب والبوليس دخل واتقابد على خالد بتهمة التزوير وللمرة التانية حاتم بيساعد هند ويخرجها من القضية بس يا ترى هند هتعرف تنسى اللي حصل لها؟ مش عارفين طيب خلينا مع يحيا اللي راح يودع هودا للمرة الأخيرة وبنعرف مفاجأة وهي ان هودا كانت تعرف ان جمال بيحب هند من ايام الجامعة وبالرغم من كده إلا انها برضو جريت وراءه لحد ما تجاوزته وده علشان بتغيره وبتنفسن من هند من وهم صغيرين يعني من الآخر ما عندهاش قرامة جريت وراء راجل وهي متأكدة انه مش بيحبها بس قالت ممكن يتغير ومع الوقت يحس بيها وده طبعا ما حصلش لانه بمجرد ما رجعه مصر وشاف هند اتجددت كل مشاعره ناحيتها وبعد الكل اللي يحيا سمعه طلب منها تروح لدكتور نفسي وفي الوقت ده بنشوف حاتم وهو قاعد مع بابا اللي نصحه وقال له اعمل اللي يريحك وما لكش دعوة بالناس لو عايز ترجع لهند رجع لها علشان ابنكم يتربى وسطكم بس الغريبة ان حاتم قال لابوه انا خايف ملحقش رب ابني تفتكروا انه تعبانه ممكن يموت هنشوف وبعدين بنعرف ان القضية خلاص تقفلت وفي نفس الوقت حاتم كان بيفكر يسامح هند وعلى الجانب الثاني باكر يتقدم لملك وطلب يتجوزها ووافت وتاني يوم علاق بي قابل هند ودعها السلسلة وقال لها قوعت افتكر ان القضية خلصت انا مش هاهدى غير لما امسك المجرم وكأنه متأكد من ان هي المزنبة وبعدها بطلتنا اتفاجئت بأميرة وتخيل ان البكحة بتلوم هند على حبس جوزها فالثاني ردت وقالت لها حقك عليها المرة الجاية لما جوزك يلفها لتهمة ستكون عدم وانا ساكتها وسأتطردها وبالليل الليلة جمعت حاتم و هند لتصلاحهم والأول مرة هند تعتذره ويتصرح بكل شيء من أول علاقتها بمحمود والذي حصل زمان لحد ما جيمي رجع وعمل اللي عملوا معها وليس كده وبس اعترفت انها ضعفت لثواني وفكرت في حبها القديم لجمال ويمكن هذا اللي خلها تكتشف قد تحب حاتم وان فعلا حبها الجمال انتهى ونزلت الدمعتين وطلبت منه ويديها فرصة وهي هتحاول تسعيده بكل الطرق فرد بانه محتاج وقت بس في الحقيقة جرح حاتم بيلم بسرعة وسمح هند ورجع معها البيت وهنا حضرت له مفاجأة وفرجته على قط البيبي وفي اليوم اللي وراه بنعرف ان هند جاء لها عرض من قناة جديدة ووقتها السوائد ده بيان المخالفات بتاع ربيتها وعربيت حاتم اللي اول ما شاف هند لابس السلسلة الدايق وفي نفس اللحظة محمود سرق الهاردات والفلاشات من شركة التسويق اللي في نفس العمرة تحت مكتب حاتم وبعد كده هند بصت على بيان المخالفات وارتبكت وشكلها كده اكتشفت مصيبة وعلشان كده فضل الطول الصهرة سكتة ومتغيرة اما بقى محمود فشاف سجل الكاميرات بتاعت شركة التسويق وفضل يكسر فيها ومش كده وبس دولع في الشقة كلها ونرجع تاني عند هند اللي شكت في حاتم واخدت موبايله واكتشفت القاتي اكتشفت ان حاتم اخد مخالفة وكان موجود في نفس مكان وقوه الحادثة ولما فتحت الموبايل اكتشفت انه في نفس الليلة اشترى ادوية كتير من الصيدلية وتفتكروا حاتم ممكن يكون متورط في موت جمال برضو هنشوف وعلى الجانب الثاني هودا بتعرف انها حامل في ولد وعلى طول بتبعت رسائل اللي يحيى وبتطمنه عليها وعلى البيبي واخيرا هودا لقيت اللي يحبها بجد وبعدين راحت لمامة جيمي وفرحتها بانها حامل في ولد فالستة طلبت منها تسميه جمال لكن فرحتها ما تمتش لان هودا قررت تسافر وقبل ما تعمل كده اتنزلت لهم عن الفيلا باسمهم وبالنسبة الهند فلأول مرة بنشوفها وقفة قدام قبر مامتها وبتتكلم معها وتفضفض وكلها حزن وفي نفس التوقيت علاء عرف بموضوع سرقة شركة التسويق وربط الاحداث ببعض ورحل حاتم وقال له ان محمود سرق هارضات شركة التسويق لانها الدليل الوحيد ضد هند طيب ازاي؟ قال لك كاميرات المرابعة صورت هند وهي جاي لك ليلة الحادثة بعد ما قتلت جمال وظبطتوها سوا وقلت لها تروح عند ليلة علشان تثبت انها كانت في المطعم وقت الحادثة لكن حاتم رضع ليه بمنتهى البرود وقال له خيالك واسع شوية وما عندكش دليل على كلامك وكمان القضية تقفلت طيب خلينا مع رامي اللي اخيرا بطل انانية ورح لغته وادها نصبها من بيع الفيلا واعتذر لها عن كل اللي فات وطبعا هي سمحته ثاني يوم بنتفاجئ ان محمود رح واعترف ان هو اللي قتل جيمي اندرسون فعلاق سأله ازاي وانت وقت الحادثة كنت محبوس؟ قال لك انا حردت على قتله ودفعت فلوس لمسجل خطر علشان يعمل كده والاكيد ان الزابط حس انه بيداري على هند وبيعترف علشان يشير القضية فضغط عليه وقال له الكلام ده وساعتها محمود نهار وكان باين قد ايه هو مهووس بهند فالزابط حول المستشفى الامراض العقلية وبعدها بطلتنا رحت له المستشفى وقالت له مش هسمح لك تعمل كده تاني عشاني ومش هسيبك تدمر نفسك وكان رده بان عمره ما يندم على حاجة عملها عشانها وطلب منها تنساه وما تلومش نفسها على اي حاجة وختم كلامه قال انا اخترت اكون ملاكك الحارس وهعمل اي حاجة علشان احميكي وبعد اللي حصل كان لازم تواجه حاتم باللي عرفته وقالت له ارجوك اقول لي اني غلطانة اقول لي انك ما قتلت الجيمي بس حاتم انهار وقرر يعترف بكل حاجة وقال لها انا قتلت جيمي وبنعرف انه اول ما شاف لقاقها الاول مع جيمي حس ان فيه بينهم حاجة وعلشان كده سألها وفي كل مرة كانت بتكذب ويبان توطرها وقرر يروح وراها الوحاة علشان يفهم منها الحقيقة لكن برضه كتبت فقال ما بدهاش وحاب يعرف الحقيقة منه هو وفعلا عرف انهم كانوا على علاقة وبرضه كان مستني هند هي اللي تحكيله بس هي عندته كبرت وما حكتش ومع ذلك هو حاول ينسى ويصلح علاقتهم وفي يوم فتح اللابتوب بتاعها وشاف ان جيمي بعت لها صورهم في الوحاة ووقتها راح للمأزون وقرر يطلقها لكن تراجع ويوم الحادثة الصبح لاحظ ان جيمي بحاول يكلمها ودل خلاه رقبها وعرف انها رحت له الفيلا فرح وراها وقابل جيمي اللي فضل يستفزه ويقول له انت تجوزتها بس قلبها معي انا هي تجوزتك علشانك غاني ومع فلوس لكن انا كنت موظف غالبان ومع ذلك هند ما قدرتش تحبك وفضلت تحبيني انا وعمرها منسيتني كلام صعب على حاتم انه اسمعه ويمكن ده اللي خلت دموعه تنزل وجيمي كمان مكانش متخيل ان هند سبيته لتاني مرة علشان حاتم وده السبب اللي خلاه يوجعه بالكلام ومسكتش على كده ده طلع سلسلة هند من جيبه ولا حاتم بقى اديها لها علشان نسيتها معايا فبطنة تعصب وامزقه فوقع ودماغه اتخبطت ومات وهنا حاتم دماغه وقفت وما بقاش عارف يعمل ايه فقرر يحط جوس جيمي في عربيته ويسوقها وينتحر بس ما ماتش فما كانش قدامه حل غير انه ينقل جوس جيمي ويعمل كأنه كان سائق العربية وعمل حدثة وكما لأن الاصابات التي في جسيته لم تكن ستبين الموضوع بفعل فاعل وكان سيبقى صعب جدا ان الطبيب الشرعي يقول انها حدثة مضبرة وقال لها انا لم تكن شخصه دقتله وكالعادة هند الانانية فضلت تلومه وتقول له انت فضحتني وسمعيتي اتضمارت بسببك وفوق كل هذا كنت ستعدم فرد بان عمر الأمور لم تكن ستصل لكده وانه لم تكن سيسيبها تتعدم ولمها لان هي السببب من الاساس لانها لو لم تكن خبت عليه ما كانش حصل كل ده وقال انا مش هسمح لأي انسان انه يلمس شعره منك لكنها شايفة انه خداعها وخانسكتها فيه وفي اللحظة دي حاتم انفضر فيها وقال لها بطالي انانية انت عارف انا كنت بحس بايه وانا كل يوم بشك انك بدخنيني فقالت له اه علشان كده حطيت السلسلة علشان تنتقم مني فقال لها لا انا عمري ما اعمل كده فيكي انا بحبك يا هند انا لو ما بحبكيش كنت قتلتك انتي وهنرجع للماضي بعد ما حاتم عمل عملته وهو في طريقه للمكتب يتخذ مخالفة وبعد كده رجع على مكتبه وطبعا كاميرات شركة التسويق صورته ونكمل في الحاضر مع علاق بي اللي ربط الاحداث ببعض وعرف ان محمود كان بيحمي حاتم وان هو القاتل الحي مش هند وعلشان كده رحله وبنعرف ان محمود اكتشف ان حاتم هو اللي عملها وقرر يحميه علشان خطرها ودمر اي دليل ممكن يدين حاتم في القضية وعلشان كده سرق الهاردات بتاعت شركة التسويق لانها مسجلة دخول حاتم للمكتب بعد الحادثة ورح لحاتم ووجهه بالحقيقة واعترف بقاتل جيمي ووقتها محمود قاله انه هيشيل القضية علشان خطر هند شوية والظابط رح لحاتم وقال له انه اكتشف القاتل بس للاسف معهوش ولا دليل يأكد كلامه ومن زاوية تانية هند كانت تايها ومش عارفة تعمل ايه تبلغ عن ابو ابنها وتسجنه ولا تسكت وبالنسبة لحاتم فرح لابوه علشان يودعه وكمان رح يودع الولد الصغير صاحبه وما نعرفش هو نوي على ايه وكمان رح لهند وحضانها وكأنه بيودعها هي كمان بس هي طلبت منه يسافره وينسوا كل حد حصلت لكن هو رفض وقال لها انت عارفة هتعمل ايه صح؟ وفي المشهد الاخير بنشوفها دخلها اسم شرطة وكانت تبلغ بس تراجعت وفي الوقت ده حاتم كان سيئ عربيته ومكرر ينتحر وفي النهاية انا نية هند دمرت حياة ثلاث رجالة علشان حبوها ومن هنا يخلص المسلسل وكده يبقى انا هنا وانتهينا او اتنسى هاللايك والشير والسبسكرايب كل وسائلنا على السوشال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو عاش جمهور الملخصات